شوية فطفاضة حلوين كده مع ضيفي اللي مشرفني النهاردة الدكتور أحمد هروي أهلا بحضرتك دكتور أحمد أهلا بيك أنا كنت لسه بقولي سيدة المشاهدين أنه التكاة مش مستهلة يعني الدنيا مش مستهلة فإزاي أخطر صح؟ وإزاي عايش صح؟ خليني أبدأ مع حضرتك بإمتى أعرف أن العلاقة صحيحة وإمتى أعرف أن العلاقة دي غلط شوف يا فندم إيه العلاقة الصحة وإيه العلاقة الغلط؟ السؤال جميل من مزيعة أجمل وبشكر حضرتك دايما على إضافاتك المثمرة وفليق عملك الراقي واختياراته من الموضوعات فعلا البناءة فبكرر شكري حضرتكم شكري كتير من الناس مش واغدين بالهم أن أزمة العلاقات أو مشاكل العلاقات هي من أكبر الأزمات الحياتية اللي بيواجهها أي بني آدم يعني من الصعب جدا أن إحنا نسمع واحد جاي طالب المشهورة النفسية أو تقابل واحد بالصدفة وتلاقيه متضايق عشان حاجة منهاش علاقة بحد غالبا هيكون متضايق عشان حاجة ليها علاقة بحد تاني فدي علاقة متضايق عشان مديره في الشغل زميله في الشغل عشان زوجة عشان أم عشان أب ابن ابنة فدي علاقة من النادر أو تلت المشاكل النفسية بس اللي بيكون لي علاقة مع الشخص وأفكاره ومشاعره وما بيكونش حد من اللي حواليه طرف فيها دي بتبقى حاجات قليلة جدا وفقا للأحصائيات اللي احنا بنشوفها أي طيب إمتى أشوف أن العلاقة دي ممكن تكون علاقة مؤذية أو علاقة زي ما انتشر مؤخرا علاقة سامة أو علاقة ممكن تكون مش مفيدة طيب خلينا في العلاقات اللي بين اتنين مخطبين حد بيخطب حد أو العلاقات الزوجية امتى تبقى سامة خمس حاجات لما لاقي نفسي في موقف دفاع طول الوقت ولما لاقي نفسي محتاج مبررات طول الوقت ولما ما تصدقش أغلب الوقت ولما ما تفهمش أغلب الوقت ولما حس إن أنا اخترت اللي يكمل علي مش اللي يكمل معايا ساعتها هي علاقة مش مناسبة يا في الخمسة دول لو موجودين يبقى العلاقة دي يبقى مش مناسبة يبقى بالسلامة لأن أغلب الناس للأسف لما جينا نفكر هما بيتجوزوا ليه ده سؤال مهم جدا لما بنيجي نسأل الشباب أنت بتتجوز ليه؟ عايز تتجوز ليه؟ أي الإجابة ما بتكونش معبرة عن احتياجاته أي بتكون معبرة عن اللي هو عايش فيه وابتدينا نطلع كده حاجات نمطية زي إن زواج البنت سطرة هو إيه اللي خلى زواج البنت سطرة؟ يعني هي البنت مش مستورة في بيت أهلها يعني الجواز هو اللي هيستورها زي ما اقترحنا كده إن الجواز استقرار للولد يعني هو الجواز مصحة نفسية يعني الولد اللي غير مستقر لما يتجوز هيستقر طب ما يستقر الأول وبعدين يتجوز آه تمام طب تيجي نقول خبر حلو فضالي تيجي نقول إنه منتخب مصر حقق فوز تاريخي على المنتخب الإسباني في الأولمبياد ويعني كل التوفيق وكل الأمنيات يا رب الأبطالنا ألف ألف مبروك بازلين مجهود كبير بازلين مجهود كبير وحنا بنكلم بقى على الإجابة والنفس آه محتاجين دعم نفس كبير أوي علشان إحنا بقينا جلدين زيادة طيب إزاي أتعامل مع موقف حد بيجلدني شوف يا خندم اللي بيمارس الجلد على الناس وبيمارس الحكم ده على الناس وماشي يصدر أحكام على الناس الناس في غنى عنه وعن أحكامه صدقيني أنا بشوف مثلا من متابعيتي كده إن تلاقي حد في الأولمبيات أخفق ماكملش تلاقي الناس نازل عليه جلد دبه كانهم بشرحوه اللي بينتقدوا ما قامشوا من عالكنبة واللي بيقلل من مجهوده ما عملش ربعه واللي بيتريق عليه ما حققش ربع اللي بيتريق عليه ده حققه فكتير جدا من الناس ما عندهمش أدنى ما يقدموه إلا انتقاض الآخر أيه وفي انتقاضه الغيره بيحس بقيمة نفسه قمته في إنه ينتقص من اللي حواليه قدره في إنه يقلل من قدر اللي أصاده الشخص ده لا يزيد الآخرين إلا ألما نعم عشان كده تجاهله هو عين العقل تجاهل تماما ولكن إنه موجود دكتور أحمد مين يستاهل العتاب من الشخص اللي يستاهل العتاب في حياتي؟ رأي الشخصي ولا رأي العلمي؟ اللي انت عاوزه رأي العلمي إن كل الناس تستحق إنك تعد بيهم رأي الشخصي بعد كل النفوس اللي قابلتها والشخصيات اللي عرفتها والملاد اللي زورتها إن العتاب ملوش داعي ما عملش خاطر لحد؟ أعمل خاطر أعمل خاطر لمين؟ كل واحد عارف إيه اللي المفروض يعمله وكل واحد عارف إيه اللي ما كانش المفروض يعمله لو كان العتاب حل ما كانش سيدنا يوسف أصرها في نفسه فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم سيدنا الشفع بيقول رحم الله بيتكلم عن موقف سيدنا يوسف رحم اللهم أنت غافل كبر دماغه يعني معتبش عشان لأجل بقاء ود أو ساتر زلة ما أنا ممكن لما عدبه أفضحه قدام نفسه ممكن لما عدبه أعريه قدامي ممكن لما عدبه أبيله حجمه الحقيقي أنا مش هعدبه ولا هنتقم منه أنا هرجعه غريب زي مكان هسحب الكريدت اللي أنا أدتهوله أنا مش هعدبه علشان خاطره هو ألف نظري أنا مش هعدبه علشان خاطر كنت مصنفه غلط أنا مش هعدبه لأن الدور اللي كان بيمثله انتهى ورجع لحقيقته إلا أنا ما شفتهاش طيب خلينا نقول في العلاقات الزوجية أدي فرص لمين لكل اللي حوالي كل الفرص كل الوقت لا أدي فرص لمين في العلاقة الزوجية أديك فرصة أديك فرصة أدي إيه يعني إمتى ما أديكش فرصة إمتى تبقى العلاقة صلاحيتها انتهت شوف يا فندم من أكتر الحاجات اللي ممكن تتسئل في العلاقات الزوجية أكمل بالألم لو أنا تحققت أن دي علاقة مؤلمة أكمل وأنا متألمة ولا أنسحت بالخسارة أعمل أنهي فيه قرار الطلاق أو الانفصال أو أن أنا ما كملش في علاقة مش قرار كلمة تتقال ده بيتضرب الشخص وفقاً لكلام الجمعية الدولية للعلاج الزواجي والإرشاد الأسر اللي أشرف بعضويتها من عشرين سنة قالت إن لازم الست أو الراجل يتدربوا على حاجة اسمها الديساجن ميكنج صنع القرار لو الست محققة مستويات أمانها اللي هي خمسة لهم إيه أمان نفسي وأمان اجتماعي وأمان جنسي وأمان مادي وأمان معناه لو محققة في الحالة دي ما تطلبش الطلاق في الحالة دي تقدر تطلبه لو هي محققة محققة كل الأمانات دي لو هي محققة ده علشان كده اتخاذ قرار لا سنة واحد لو الست محققة الخمسة أمان دول محققهم ذاتياً لنفسها يعني حضرتك دلوقتي شريكة في شركة ما ومش مرتاحة مع هذا الشريك ممكن تكون الشركة بتكسب بس أنت مش مستراحة ممكن يكون المكسب المادي ده بتاع الشركة عائد عليكي بضغط نفسي لم تعد متحملاء الست ساعتها بتقولي والله لو أنا فضيت هذه الشركة هل عندي مصدر تاني؟ هل أقدر أروح مكان تاني؟ هنا بنضرب الست أو الراجل على حاجتين timing performance إمتى الوقت اللي تاخد فيه قرار بالانسحاب وطريقة الانسحاب هتكون إزاي؟ إمتى الوقت وطريقة الانسحاب سريعاً؟ الوقت اللي لازم أنسحب فيه إذا ملقيت فيه خمس حاجات مش متوفرين عندي اللي هم الخمس حاجات الاحترام التأدير وجود المكانة عدم الإهانة عدم الخيانة خمسة دول خمسة دول إمتى نسحب؟ لما لاقي الخمسة دول اتحققه تمام والتوقيت التوقيت عشان قاطب بيبقى فيه أطراف تانية في العلاقة تمام خلينا نطلع فاصل ونتوصل مع حضرتكم بعد الفاصل برحب بحضراتكم مجدداً وبرحب بضيفي دكتور أحمد هرون دكتور أحمد إمتى أقول الشخص ده أصيل؟ بص يا فنم الفرق ما بين الأصيل وقليل الأصل إن قليل الأصل مهما عملتي ما يتمرش فيه أما الأصيل مقابلتك بابتسامتك فيه فيه حد أصيل مهما عاش معاكي مش مستني منه غير ابتسامة وتقدير وفيه حد قليل الأصل مهما شاف منك كأنه في لحظة ما شافش منك خير خالص لذلك أوصي نفسي وحضراتكم بترك خمسة وأرجو من كل حد بيسمعني يحط الخمسة دول حلقة نصب عينيه لو لقاهم يجري في الشخص في الشخص إذا ما لقاهم يعرف إن الشخص ده مهما عمل فيه مش هيقدر منه تمام أصيك فعلا بيطارك الخمسة دول اللي وقف لك على الوحدة واللي بينشر لك الغلطة واللي بيستكتر عليك الفرحة واللي بيسيبك وقت الشدة واللي بعد شدتك كلماته كانت جرحة أرجوك اللي تلاقي فيه الخمسة دول ابعد عنه تماما اقطع علاقتك بيه نهائيا وبدت بدنيتك إن ما انترك شيئا لله عوض الله خيرا منه أيا كان من الشخص ده أيا ما كان لو مقابليني أزمة وشايفة الدنيا دياءة قوي وحس أنه يعني لا مش شايفة غير سواد أتعامل مع الأزمة إزاي الأزمة معناها إن أنا مريت بضغط والضغط ده كان بعد مشكلة يعني ما فيش حاجة اسمها أزمة بتحصل فجأة تماما في واحد مر بمشكلة والمشكلة دي فضل يفكر فيها ويحملها أكتر مما تتحمل فتحولت لضغط الضغط ده إذا ما استمر معاه وأثر على أداءه نومه وأكله وشغله وإعلاقاته اسمها أزمة عشان تحل أزمة بينك وبين حد لازم تخضه باهتماماته لازم تتكلم في اللي يهمه لازم تبزي المجهود عشان ترضيه مهم إنك تشوف الطرف الثاني محتاج إيه وتقدمه له إحنا ما تخلقناش عشان اللي حوالينا يمشوا على هوانا إحنا تخلقنا عشان نقدم تنازلات واللي حوالينا يحترموا تنازلاتنا فيقدموا زيها تنازلات قدم تنازلات لغاية أنت التنازلات تحترم لغاية ما اللي قدامي يقدرها بس في مجهود بيني وبين نفسي لازم أعمله لازم زي ما لقيت في الشخص اللي قدامي خمس حاجات خلوني أبعد عنه أنا أمارس بيني وبين نفسي خمس حاجات أبقى حريص عليهم لازم طيب رشدة لي هل ده معناه كيفي قبل ما تقولي الخمسة كيفية الوصول للسلام النفسي هم دول اللي يوصلونا للسلام النفسي إيه هو شانه ده بقى كده وحس إن كل اللي حوالي ده ملوش لازم هو السلام النفسي معناه حالة من التصالح مبيني وبين باقي مكوناتي ها الشخص مش واحد بس أبسطهم هو ونفسه هم النفس مش دايما معانا النفس اللي مخلوقة معانا هي في الغالب ضدنا في الغالب بتدينا أفكار سلبية عننا وعن اللي حوالينا هم ما بتحسسناش بقيمة اللي في إيدينا هصبا عننا بتودع نينا في طبق غيرنا هم بتخلينا نشوف اللي في إيد غيرنا ونتحصر عليه رغم اللي عندنا ممكن يكون أحسن مئة مرة منه هم بتخلينا مش حسين بنعم ربنا اللي ممكن نكون غير أنين فيها من أول ما نفتح عينينا لغاية مناء هم اللي بيخلينا نعمل ده النعين عقلنا مش شغالة وعيونه وشنة وششنة هي اللي طالع في اللي حوالينا هم السلامة النفسية هي حالة من التصالح مبيني ومبيني لما عمل خمسة لهم رضا الرب خلي ربنا دايما في المعادلة ما تخليش معادلة حياتك مفهاش الله ما تجلتش حد حتى لو كان فشل إنجيل متى بيقول على لسان بولس الرسول إحنوا على ضعفاء نفوسكم وكونوا أرحموا بهم من ضعف نفوسهم ما تجلتش حد حاول ومنجحش ويلون للقاسية القلوب ويلون للقاسية قلوبهم ما تعملش ده وإنت ما عملتش ربعه ما تقللش منه وإنت ما حاولت إزايه الخمسة أول حاجة في الخمسة رضا الرب اتنين نظافة القلب أوعى تحقد ولا تغل ولا تحسد ولا تغير أوعى تفتكر إن ربك لما وزع القصور والعربيات ما وزعش معاها حاجات تانية إنت ما تتحملهاش أوعى تفتكر إن ربك لما قد حاجة مش موجودة عندك لغيرك مش معناها إنك ما تستهلش بس ممكن إنت ما تكونش تتحمل رضا الرب ونظافة القلب والبعد عن الكرب ما تبقاش نكدي ما تقعدش كل شوية تدور على الوحش وتفكر فيه ما تخليش عينك تتصيط بعين الزبابة ما تخليش دايما مخك مركز على الوحش والسلبي اللي أهم من التلاتة دول بعد ما ترضى الرب وتنظف القلب وتبعد عن الكرب إنك تمارس الحب إنك تصرح بالحب إنك لما تقابل حد تقوله بحبك في الله وحبلك الخير إنك تتكلم كويس عن اللي قعدت معاه وكلت وياه إنك تصون العش والملح إنك ما تجيبش سيرة حد وما تغلش وما تحقدش وما تحسدش وما تفتنش إنك ما تخونش الأمانات ما تتجسس إنك ما تسجلش إنك ما تحورش إنك ما تجدبش إنك تحب الخير لغيرك زي ما بتتمنى لنفسك وإنك لما تشوف حد حق إنجاز من جواك تقوله يا أخي روح الله يبارك لك طيب السؤال الأخير دكتور أحمد ويعني وقولي على إن أنا برضو في الآخر إحنا بشر أتعامل إزاي مع شخص أزاني عارفة إيه الفرق بيننا وبين الملايكة؟ أنا مش ملاك الفرق بيننا وبين الملايكة إن الملاك ما عندوش نفسي وجاهدها طيب بس قولي كلام يعني أقدر أعمله شخص أزاني حلو حلو عارفة ليه ربنا فضل الإنسان على الملايكة وأمر الملايكة تسجد لآدم عشان آدم وولاده اللي هو إحنا بنجاهد نفسنا بنجاهد طول الوقت في حالة جهاد إن اللي أزاني ونملك أزيه بعفو عنه وإن اللي غلط فيه ونملك أغلط فيه بسامح وامش وإن اللي جي علي وأنا أملك أجي عليه بخليها لله وابعد عنه ده جهاد بس ده يفهم ضعف يفهم عند الضعيف إنه ضعف لكن يفهم عنده القوي إنها قدرة كل الناس تقدر تأذي بس مش أي حد يقدر يمنع نفسه عن الأزى وهي ده القدرة اللي ربنا بيحكمك عليها ربنا سبحانه وتعالى بيحملك إنك بيحاكم الإنسان اللي مقدرش يتحكم في رغباته وأحد هذه الرغبات اللي انتقام من اللي أزاني إذا مقدرت إنك تمارس ده وتتحكم في ده هتروح لأ الله وتقوله أنا كنت أعمل كده بس ما عملتش ده مرضاة لله ساعتها تأكد إن صناعي المعروف تقي مصارع السوق في النص دقيقة المتبقية مين الشخص المغرور أما شوف وأقول ده مغرور الفارق ما بين الثقة بالنفس والغرور أمر بسيط جدا الثقة بالنفس شعور بالقدرة مع وجودها الغرور شعور بالقدرة مع غير وجودها أما تلاقيه منفوخ زي البلونة وهو ملوش إنجاز إنجازه يعني اللي حواليه لما تلاقيه عايش على اللي بيقدموه اللي حواليه هم إنجازت حاجة ده يبقى إنسان إيه طووس عارف حضرتك يعني إيه طووس لا يملك إلا الريش لو راح عنه ريشه لا ينفع يطير ولا ينفع يتاكل ده المغرور شكورك دكتور أحمد هروم بشكورك بشكر حضرتك أشوفكو السبت على خير مع تحية عز مصطفى وإلى لقاء